شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع تغريدة جلالة الملكة رانيا العبدالله التي شكرت فيها جوجل بعد اطلاق خدمة التعرف على اكثر من ثلاثين موقع تاريخيا في الاردن من خلال خرائط الموقع هذا التفاعل يرصده لنا التقرير التالي يمكن للملايين من الاشخاص التعرف على اكثر من ثلاثين موقع تاريخي في الاردن من خلال خرائط جوجل شكران جوجل بهذه التغريدة دعت الملكة رانيا العبدالله الى التعرف على المواقع التاريخية في الاردن من خلال الخاصية الحديثة التي يتيحها موقع جوجل عبر الخرائط التفاعلية التغريدة التي حظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتبعتها الملكة بفيديو روجت فيه للبتراء حيث غردت فيها انضموا لي في رحلة لاستكشاف روائع مدينة البتراء من خلال خرائط جوجل وزير السياحة والاثار نايف الفيز غرد على تويتر باللغة الانجليزية من افضل شخص يقدم لضيوفنا المدينة الوردية البتراء اكثر من الملكة رانيا الصحفي ايهم لعتوم كتب قائلا الملكة رانيا تروج الاردن سياحيا بالتعاون مع جوجل الذي اطلق اكبر برنامج يتيح التجول الافتراضي باجمل مواقع الاردن العين ميشيل نزال كتب الاردن ارض التاريخي والثقافة شكرا للملكة رانيا العبدالله لترويج موقع خرائط جوجل لارا ايوب كتبت اكتشف البتراء مع الملكة رانيا شخصيا في خرائط جوجل وقد كانت جلالة الملكة رانيا التقت مؤخرا وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الاردنية مجموعة من المدونين العرب للحديث اليهم عن السياحة في الاردن وترويج الاماكن السياحية فيه اشتركوا في القناة